موسيقى يوم الكونفيدرالية الديمقراطية الشغل لم تتفاجأ لأن مسلسل استمرار محاربة العمل النقبي ومحاصرة العمل الكونفيدرالي واستهداف الكونفيدرالية الديمقراطية الشغل نتواصل كيف كان مع الحكومات السابقة مع الحكومة الدولة للأسف مصرة إلى أعطاء صورة سيئة على الحريات النقبية في بلدنا مرة أخرى بعد سابقا تمنعت المسيرات في الفاتح مي وبعد ذلك تمنعت المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية لانضمتها الكونفيدرالية الديمقراطية الشغل نهار 4 يونيو لمواجهة سياسات الحكومية وعدم وفاها بالتزامات ومحاربة العمل النقابي وعدم فضل النزاعات الاجتماعية اليوم سابقة خطيرة منع تأسيس إطار نقابي دي الربابنا دي الشركة الوطنية الخطوط الملكية المغربية من تنظيم النقابي داخل الكونفيدرالية الديمقراطية الشغل بل القرار قبل المحكمة اليوم المحكمة كانت في جلساتين اليوم رغم المداولات ورغم كل الدفوعات والمرافعات الاساتدة قررت المحكمة حكم استعجالي احنا كنسألوا ما هو طبيعة الاستعجال مش هاش واقع في المغرب باش يكون النوع من هاد الاستعجال اللي منع تنظيم نقابة معينة حكم استعجالي اليوم لتأجيل هاد المؤتمر التأسيسي للكونفيدرالية الديمقراطية شغل قررت تأسس هاد الايطار النقابي بقناعة دي الربابنا وبإرادة الربابنا وبرغبات الربابنا في تنظيمهم داخل الكونفيدرالية وتأسيس الايطار النقابي الدفاع المصائح الاقتصادية واجتماعية والمهنية حنا الكونفيدرالية المقرات تنظم دار تمولصاق اللي كتخبره في الوسائل الوصائل الاجتماعية في تنظيم المؤتمر لا هذا لا يوجد الحق تدروا نقابة وطنية تدخل دي الرباب العمال والدولة في الشأن الداخلي النقابي منوع مقتضيات مدونات الشر لاحقا لهذا الجهة من أرباب العام تدخلها ولاحقا النقابة تدخل في أرباب العمال الشكل دي الالتنظيم في العسم دي الالتنظيم لا تسميه نقابة وطنية لأن الشركات الخطوط المالكية المغربية مقرها الاجتماعي في الضر البدر يوم ما بعد هي شركة وطنية وحتى في الوطائق دي الالتدولة ما فيها وطائق دي الالتنظيم المالي منصوص عليها الاسم دي الالتنظيم المالي هي مجموعات الشركة الوطنية النقل الجوي الخطوط المالكية المغربي طبيعة الحال يكون لديهم نقابة وطنية ويتنظمون نقابيين أسف المغرب ماذا عندهم نقطة سوداء في عدم المصادقة الاتفاقية 87 دي الحرية النقابية دائما كتجبد هذه النقطة في كل مؤتمرات منظمة العملية عملية دولية في جونيف هدو ليسوا لا بحامل السلاح ولا بقضات ولا بهم يحزانون هدو موظفين دي الشركة عمومية ويمنعون من تنظيم يعني كمال أن هناك توجيه دي الالتنظرالية مخصاش تنظم قطاعات فين خصك تنظم فين مخصك تنظم بل أكثر من هذا وهذا أشياء اللي والاس معروفة العادي المسلمين تقول لهم ما تشيوش إياكم والكونفدرات الدمقاطية لماذا هذا الحصار على الكونفدرات الدمقاطية الشوح سيروا شوفوا نقابات أخرى إلا الكونفدرات الدمقاطية فبقدر هذا الإصرار ديالهم ممكن أيضا يشيرون إلى استعمال طائرة في الملصق يعني كما ولئنا شيء مقدس هذه رأي شاركة عمومية ركا نقاو الصور دياله في الفضاءات العمومية وفي الجرائد وفي يعني أشياء اللي والاسم دعما رمشي شاركة اسم اللي مغلوط يعني يبحثون عن أشياء لا قيمة لها ولا قانونية لها من أجل منع هذا التنظيم نقابي جانب الميلة القانونية هناك أستداء لأن تأجلت الجلسة وكان جلسة أخرى في 30 أكتوبر المناقشة الموضوع ولموضوع أساساً هو ليس فقط تبنع المؤتمر وإرادة أنه تمنع النقابة لا تكون في الدم الشرعية التنظيم النقابي يتعطى من طرف القواعد من طرف المنخارطين من طرف الموظفين من طرف الأجراء وليس يعطون الشرعية لأي تنظيم نقابي يتنظموا يكلوا هو دور أساسي جبدو أيضاً في شعار السلامة ديال الملاحة الجوية وهذه من المقتضيات العامة ديال كل إطار نقابي كان في مدوانات الشغل كان في المواثق الدولية دوره الأساسي والدفاع على الجانب ديال السلامة المهنية ليس اختصاص وليس حكر لا يمكن أن يكون عند الإدارة والحكومة فكيف أعقال شعارات دولة الحق والقانون شعارات الحوار الاجتماعي شعارات الشراكة وإشراك الطبقة العاملة والنقابات في السياسات العمومية وفي غيرها من المخططات واليوم كان يصطدموا للأسف بواقع مر لكن بقدر هذه الإصرار بقدر الإصرار أن الكونفدرالية الدموقراطية الشغل لن تتوقف على تنظيم كل القطاعات التي تعبروا المناظرين والأعضاء لأنهم لا يريد أن تنظمهم في احترام القانون في احترام الإرادة لهم الربابين هم المعنين بالأمر نحن مركزية إرادتنا ينظم إرادة الأخرى عندما تلتقي الإرادة المنظمة مع إرادة الربابين لا يمكن إلا أن نرى الاتجاه للتنظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر